من هو أقوى كائن على ظهر الأرض ما هي الفوائد التي يجنيها البشر والكوكب معا من تنفيذ أقوى كائن على ظهر الأرض لمهامه المحددة؟ أعظم مهام خنفساء الروث هي إعادة التدوير للمحافظة على البيئة وقد برهنت على نجاحها في أداء هذه المهمة بامتياز ولنبدأ بمشكلة الذباب عندما تقوم بدفن روث الحيوانات بسرعة فإن الخنافس تساعد في السيطرة على أعداد الذباب إن البقرة داجنة تسقط في المتوسط ما بين عشرة إلى اثنتين عشرة كتلة روث يوميا ويمكن أن تنتج كل كتلة ما يصل إلى ثلاثة آلاف ذبابة في غضون إسبوعين تتولى خنافس الروث دفن حوالي ثمانين في المائة من روث الماشية إن لم تفعل ذلك فإن الروث سيتصلب وتموت النباتات وستصبح المراعي أرضاً قاحلة كريهة رائحة مغمورة بالذباب نحن نتحدث هنا على مستوى العالم كله ولدينا مثال ففي السبعينيات من القرن الماضي حدث في أستراليا أن تليت أجزاء من تلك القارة بأسراب هائلة من الذباب الذي نجح في وضع بيوضه على قذر البقر خلال أشهر الصيف كيف حدث هذا؟ لأن خنافس الروث الأصلية المقيمة في الغابات لم تستطع موكبة أطنان السماد التي ترسبها الماشية في المراعي مما تسبب في زيادة هائلة في أعداد الزباب فكان الحل استيراد عشرين نوعاً من خنافس الروث الأفريقية للتعامل مع المشكلة مما أدى بعد قيامها بمهامها على أكمل وجه إلى تقليل عدد الزباب بنسبة تصل إلى تسعين في المئة ومنذ ذلك الحين تعمل المراعي بشكل ممتاز الأمر الذي أدى إلى التحكم في أعداد الزباب بعض زباب تراكم الروث هي آفات للماشية تتغذى على دمائها وتعلق بعيونها وأفواهها وخياشيمها لمقاومة هذه الآفات تقوم خنافس الروث بدفن الروث بسرعة لمعنى تجمعات الزباب الطفالي من التكاثر في الروث التازج للثجيات قبل أن تتطور ضيوض الزباب وتتحول إلى يرقات ولهذا تنتشر الإعلانات التحذيرية في جنوب أفريقيا على سبيل المثال لتذكير سائق السيارات والمارة صوب المراعي من دهس خنافس الروث لأهميتها البيئية العظمى قدرت دراسة أجريت في عام 2006 المكاسب الاقتصادية الناثجة عن الدور الذي تقوم به خنافس الروث في الحفاظ على النظم البيئية في المراعي فخنافس الروث تعيد تدوير الروث المكدس في المراعي بكامله في أقل من 36 ساعة بعد نقل الماشية كما أن خنافس روث مفردة يمكنها يمكنها دفن الروث الذي يزيد وزنه على 250 ضعف وزنها خلال ليلة واحدة ولو تأخرت يوماً عن إزالته فإن مناطق الرعي تفقد من 5 إلى 10% من كل فدان للرعي بسبب توقف الحيوانات نفسها عن الرعي نتيجة عدم إزالة رواثها عن منطقاتها وبإزالة الروث بشكل كامل وسريع تصبح خنافس الروث أهم عنصر معزز لكفاءة الرعي في العالم من خلال التغذي على الروث الطازج واستخدامه لتدبير حياتها ومعايشها تقوم خنافس الروث بقمع الطفليات ومسببات الأمراض البشرية والحيوانية التي تعيش في الروث بل إنها تقتل بكتيريا إي كولي القلونية المسببة للأمراض ووفقا للأبحاث تبين أن العجولة التي ترعى في مراعن مع خنافس الروث الصحية لا تزيد نسبة الطفليات في أجسامها على 25% تأملوا معي أقوى الكائنات على الأرض هذا يتراوح طوله بين 3 مليمترات وأربعة سنتمترات وفقا للنوع هذا الكائن كلفه خالقه بإنجاز ما شاهدناه وسمعناه لتوّنه بل بأكثر من ذلك كما سنرى نراه يتابع أداء ما كلف به بدأب وصبر يحسده عليهما أقوى البشر حشرة لم تخلق عبثا ولا لهوا ولا باطلة حاشا لله وصدق قول ربنا في جزء من الآية الحادية والتسعين بعد المئة من سورة آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنع عذاب النار إنها حشرة صغيرة كلفها خالقها العظيم بمهمة صيانة كوكب الأرض كله حشرة تقوم بدور فعال في مقاومة الاحتباس الحراري حشرة يمتد تاريخ الاحتفاء بها إلى أكثر من أربعة آلاف عام اشتركوا في القناة